اشتركوا في القناة لأتواصل معكم في ظل هذه النفحات والومضات الرمضانية في ظل هذه الخيرات والبركات والرحمات التي تتجلى علينا في شهر التجليات في شهر البركات في شهر المغفرة في شهر الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يجعلني وإياكم من عتقاء رمضان أيها الأحبة في الله نحن في يوم عيد هذه ليلة القدر العلماء سيدنا أعطوها معاني كثيرة قالوا ليلة القدر سميت بالقدر لأن قدرها عظيم لها شرف عظيم من القدر وقالوا من التقدير والحكم وقالوا من الضيق كذلك تضيق الأرض بالملائكة كما جاء في حديث أبي هريرة قال إن الملائكة تنزل إلى القدر حتى تضيق الأرض بهم على عدد الحصى وقيل ليلة شريفة إنسان دو قدر أي دو شرفين تشرف بكثرة الطاعة في تلك الليلة لأن الطاعة فيها تزيد على المعتاد قال أبو بكر الوراق رحمه الله سميت بليلة القدر بذلك لأنه نازل فيها كتاب دو قدر برحمة دو قدر بملائكة دو قدر على نبي دو قدر لأمة دو قدر فشمعت المزايا والفضائل كلها وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أي العبادة فيها كثار من العبادة ألف شهر ألف شهر ثلاثة وثمين سنة علاش سيد النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أعمار أمته فتقال لها وجدها قليلا لأن في بني إسرائيل كان الرجل ما تسمى عابد عابد حتى يعبد الله ألف عام وقيل كان يحمل السلاح ويجاهد في سبيل لا ألف عام فحز ذلك في قلب رسول الله فأعطاه الله هذه العطية قال له إذا كان في بني إسرائيل التي يعبد الله في ألف عام والتي يمشي حرب ألف عام غدنا أعطيك أن ليلة واحدة العبادة فيها حسن ألف عام 83 سنة ولذلك تنقول الإخوان ديالي والأخوات ديالي ما تضيعوش هذه الليلة هذه ما تضيعوهاش بالقلي والقال ما تضيعوهاش بالنعاس والمسلسلات ما تضيعوهاش بالتوافع جمعوه ليداتكم ولبسوه حويجاتكم المزيانين وتعطروا وتطيبوا وحطوا الماتي الصار صليوا وارتاحوا صليوا وارتاحوا تذكروا الله صليوا عن النبي ديول الأوراد ديالكم تزاوروا بعض ديالكم صيلوا الرحيم فيما بينكم فهذه الليلة المباركة رغم هذا الحجر الصحي رغم هذا الوباء رأي في بيوتنا يمكننا نحول البيت إلى جنة ديالصلة الرحيم إلى جنة ديالصلوات على النبي إلى جنة تلاوة القرآن إلى جنة بقيامها بالصلوات والتراويح روحوا نفسكم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبيه وفي رواية وما تأخر ما تقولش كالحجر أن أعطيها المكلة والنعاس لا سيدي جمعوا أولادك أمامتك وبابك إلا كانوا معك وتجمعوا في بيتكم صليوا شوية كولوا شوية شربوا قاتي تقهوا وحيوها حيوها ما تنعسوش فرصة العمر بنيدك شو أشتعيش من رخلو لما تعيش ليلة خير من ألف شهر تنزل الملائكة قيل الملائكة اللي تتبط هاللي لا أعمرها ما أبطت حتى تتعمر الأرض كلها تضيق الأرض بهذه الملائكة بقيادة جبريل هو الروح الأمين إمام الملائكة وسيد الملائكة وقائد الملائكة فتصاحفكم تصافحكم الملائكة تتسلم عليكم الملائكة وهانئا هانئا هانئا لمن عاش وسلمت عليه الملائكة في هذه الليلة المباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشة تتنزل الملائكة والروح سيادنا العلماء تفق على أن الروح هنا هو جبريل قيل فيها أشياء كثيرة لكن الصواب الذي نميله ونعبد الله به هو جبريل عليه السلام تتنزل الملائكة والروح فيها بإذنهم طبعا بإذن ربهم بكل أمر الأوامر ديال السنة الأحكام الأقدار ديال السنة تتنزل بيت العزة سلام سلام أمن أمان شفاء بركة رحمة إلى مطلع الفجر هانئا لمن وفق لقيامها ولإحيائها إلى مطلع الفجر قد تسألوني وفق شهد الليلة قيل الواحد وعشرين قيل الثلاث وعشرين قيل الخمس وعشرين الراشح عندنا وعند جمهور العلماء حديث أبي بن كعب ليلة سابع والعشرين أقصام إنه لا يعرفها والأحاديث كثيرة في الموضوع ولا حاجة في الإطار في صردها وصرد أساندها ورويها يعتمد المغاربة على حاديث أبي وفي صاحب مسلم أنها ليلة سابع والعشرين نحن نتمنى أن نحييه العشرين يمتالية كلها الأوطار يلتمسوها في الويتلين من العشر الأواخر ونرجحوه إلى السابع والعشرين أكثر نغتنم فيها الفرصة أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالصيام والقيام وبتلاوة القرآن وأن ينفعنا بصالح الأعمال وأن يجعل القرآن شفيع لنا والصيام شفيع لنا يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مناط الله بقلب سعنين اللهم ارحمنا وارحم آبائنا وارحم أمهاتنا وارحم أجرادنا وارحم شيخنا وارحم علماءنا وارحم من سبقنا بالإيمان برحمتك يا أرحم الرحمنين وارحم بفلّك الجميع المؤمنين والممنات في مشاريخ الأرض ومغاربها اللهم ارحم أمة سيدنا محمد واشبر كسر أمة سيدنا محمد واشف مرض أمة سيدنا محمد وارحم موت أمة سيدنا محمد وأصلح ما فسد بأحوال أمة سيدنا محمد إكراما لسيدنا محمد اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالحسنة آجالنا ووفقنا لما تحب وترضاه اللهم يا ربي شفي مولانا أمير الممينين اللهم اشفيه بشفائك وعافيه بعافيتك اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم أعنه ولا تعين عليه وكله ولا تكن عليه اللهم يا ربي بارك في عمره وبارك له في صحته اللهم أصلحه وأصلح على يديه اللهم اجعله هاديا مهديا داعيا إلى كل هدى وإلى كل خير لما فيه صلاح البلاد والعباد اللهم باركنا في أبنائنا وبناتنا وأحفادنا وارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واصل للهما وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانه ربك ربي أعزتي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين